بعد دوامات مفزعة من العنف المفرض سقط خلالها الشباب بين شهيد وجريح قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالاته لمجلس النواب معلنا أن حكومته ستكون حكومة تسير أعمال فقط حتى تشكيل حكومة جديدة الحكومة باقية تقوم بأعمالها كالمعتاد لكن إذا صوت مجلس النواب بقبول الاستقالة فتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية رئيس الوزراء بصفته كرئيس وزراء وقائد عن قوات مسلحة يستمر في أعماله كالمعتاد لا شيء يتغير لا شيء يتبدل كذلك الوزراء رئيس مجلس الوزراء دافع عن حكومته وقال إنها تأسست في ظل أزمة خانقة وتقاطع للقوى السياسية وسط نداءات صريحة لإخراج البلاد من أزماتها هي هذه الحكومة تأسست في ظل أزمة وكانت أزمة خانقة وأزمة حقيقية ليست أزمة بسيطة كانت أيضا تقاطعت القوى كما قيل في يومها نحن نقف على شفا حفرة من نار جاءت هذه الحكومة في ظروف غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة والأوضاع الاقتصادية الأوضاع الخارجية الأوضاع الداخلية التقاطعات بين القوى السياسية وما كان كثير من الناس متفائلين فعلا أن الحكومة تسير إلى الأمام محللون قالوا إن استقالة عبد المهدي كانت متوقعة لكنها أمام خيارين إما أن يقبلها البرلمان أو يرفضها مع أن الشواهد السياسية ودعوة المرجعية الأخيرة تجبر البرلمان على قبولها مؤكدين أنها ستحدث فراغا سياسيا يجعل العراق أمام تحديات جديدة نواب في البرلمان قالوا إن اختيار رئيس الوزراء الجديد سيكون أصعب المراحل السياسية مشيرين إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تداول سلمي للسلطة بعيدا عن التدخلات الخارجية وإنهاء الأزمة بين الشعب والحكومة والقوى السياسية بشكل شفاف وواضح وتحت غطاء الدستوري والقانون استقالة رئيس الوزراء بحسب قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني ستؤثر سلبا على إقليم كردستان والذي يرتبط سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا بالحكومة الاتحادية مؤكدين أن الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات التي توصلت إليها مع الحكومة المستقيلة إلى الصفر وتوضح الآلية الدستورية لإقالة الحكومة واختيار بديل عنها عدة خطوات أولها موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان وبموجب هذه الآلية فإن رئيس الجمهورية برهم صالح هو من يتولى رئاسة الحكومة عند خلو المنصب ثم يكلف في مدة أقصاها 15 يوما مرشحا آخر لتشكيل الحكومة وفقا للمادة السادسة والسبعين من الدستور ويمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها اشتركوا في القناة